بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ مراجعة وحل اسئلة على lesson 1 unit 2 when you kick a static ball ناخد بالنا static ball يعني كرة ساكنة with your food برجلك a force acts on the ball which changes زي قوة طبعا هتؤثر على الكرة اللي هتغير ايه بقى the direction of the motion of the ball تغيير اتجاه حركة الكرة هي اصلا static يبقى ازاي direction of the motion of the ball هي اصلا static يبقى طبعا برضو ما ينفعش direction of the motion of the ball دي لما تكون الكرة اصلا متحركة واحنا هنغير الاتجاه بتاعها state of the ball into motion هنغير حالة الكرة الى الحركة اه طبعا يبقى دي كده هنختار بيه ان شاء الله لان هي طبعا القوة اللي هتؤثر على الكرة دي هتحول الحالة بتاعتها من من static into motion هتخليها متحركة طيب mass of the ball لما هنشوت الكرة كده القوة دي هتغير الكتلة بتاعت الكرة طبعا لأ ايه ان دي بي احنا اصلا قلنا ايه دي ما تنفعش ايه دي غلطي بقى لازم هنختار بيه هتغير state of the ball into motion حالة الكرة من طبعا static state to motion state من حالة السكون الى حالة الحركة a force is an effect that القوة هي مؤثر اللي طبعا always changes the state of an object's motion دايما بيغير من حالة الجسم لا طبعا ما احنا قلنا لو احنا زقنا حيطة ما احنا هنعرف نغير من حالتها حاجة never changes the state of an object's motion ابدا لا يستطيع ان يغير من حالة الجسم المتحرك طبعا لا برضو احنا اوقات الجسم المتحرك ياما بنغير اتجاهه او بيتحول من الموشن state الى ال static state بيتحول من حالة الحركة الى حالة السكون always changes both objects position and direction دايما بتغير موضع الجسم والاتجاه بتاعه برضو قلنا لا ليه لان لو force is improper that object doesn't move or its direction doesn't change لو القوة غير مناسبة للجسم يتحرك ولا الاتجاه بتاعه هيتغير يبقى may change the state of an object's motion احتمال تغير من حالة الجسم المتحرك may change the state of an object's motion يبقى طبعا هنختار دي fundamental forces in nature are طبعا قلنا ال gravitational forces والelectromagnetic forces والnuclear forces يبقى طبعا all of the previous forces كل القوة السابقة the apple falls down due to the effect of طبعا حكينا القصة بتاعت اسحاق نيوتن ووقعت تحت الشجرة والتفاحة وقت عليه فهو بيقول بقى the apple falls down التفاحة تسقط لأسفل due to the effect of ايه طبعا due to the effect of earth's gravitational force قوة الجاذبية الأرضية the amount of earth's gravitational pull on the object is طبعا object sweet لان احنا قلنا من سنة ستة اصلا ان الobject sweet هو force that the body sorry it is the force by which the body is attracted to the earth يبقى the amount of earth's gravitational كمية جذب الأرض او كمية الجاذبية الأرضية اللي تقدر تعمل pull on the object تعمل شد للجسم طبعا اللي طاح يبقى طبعا الobject sweet is the scientist who discovered the earth's gravitational طبعا نيوتن the work done to lift an object upwards increases by increasing الشغل المبزول عشان نرفع جسم الى اعلى بيزيد مع زيادة ايه طبعا مع زيادة الماس مع زيادة الobject's mass an object's weight on the earth's surface is related to the space forces وزن جسم على سطح الارض بيبقى ليه علاقة بانهي force بقى بالالكتروماجنيتك force ولا الweak nuclear force ولا strong nuclear force ولا الجرافتيشنال فورس طبعا واضحة جدا انهو ليه علاقة بالجرافتيشنال فورس if the mass of an object decreases to its half the weight برضو طبعا decreases to the half place to another on earth's surface because of the a بقى قيمة عجلة الجاذبية الارضية بتتغير من مكان الى مكان اخر على سطح الارض بسبب طبعا distance from the earth's center البعد عن مركز الارض لان احنا قلنا طبعا لو الobject او الbody عند the two pools فطبعا هيبقى اه قريب من مركز الارض آه فبالتالي هيبقى قوة جذب الارض ليه كبيرة وبالتالي lagi weight هيبقى عنده كبير لكن لو الجسم بقى عند الاكويتر عند خط الاستوع فايبقى بعده عن مركز الارض هيبقى كبير وبالتالي قوة جذب الارض ليه هتبقى قليلة وبالتالي طبعا هيبقى ال elite عنده هيبقى قليل إيه بقى اللي بيؤثر في Earth's gravitational acceleration طبعا The distance from the Earth's center البعد عن مركز الأرض وكمان خدنا إن As the object rising or rises upwards the weight decreases برضو خدنا إن الجسم إذا صعد إلى أعلى فطبعا برضو The distance increases طبعا from the Earth's surface So the weight decreases عشان كده برضو الويت هيقل The multiplying of objects mass by Earth's gravitational acceleration equals طبعا الobjects weight ضرب يعني إن إحنا نعمل times يعني أو multiplying للمass لما بنقول mass times Earth's gravitational acceleration اللي إحنا قلنا يئمة بتين يئمة ب9.8 طبعا هيدينا الobjects weight If the mass of an object is 2 kg and the Earth's gravitational acceleration is 10 m per second square The object's weight equals طبعا لسه بنقولها هنا فوق الobjects weight بقى هيساوي الملتيبلينج بتاع المass في times Earth's gravitational acceleration أدي المass ب2 وأدي Earth's gravitational acceleration ب10 يبقى 2 times 10 على طول هيدينا 20 طبعا وناخد بالنا لازم نختار 20 نيوتن لأن في هنا 20 كيلو جرام فيه أول ما يشوف 20 يختاروا 20 على طول لأ هيبقى 20 نيوتن وناخد بالنا يا أولاد من اليونتس عشان في بقى أحيانا في الامتحانات أو في بعض المسائل بيجيب لنا بقى المass بالجرام يبقى احنا لازم نحولها لكيلو جرام لكن هنا طبعا هي بالكيلو جرام فما احنا نحتاج طبعا نحول حاجة الوزن بتاع الجسم بيقص بوحدة بوحدة النيوتن الوزن الجسم بيتغير بتغير طبعا موضعه عند سطح الأرض طبعا طبعا روت ايرن واخدناها من سنة خمسة القضيب المستخدم في المغناطيس الكهرابي طبعا بيبقى مصنع من الحديد المطاوع اللي هو الروت ايرن the idea of how the electro magnet works it is to change فكرة كيف يعمل المغناطيس الكهرابي ده بتعتمد او بتعمل بفكرة تغير طبعا هو من اسم كده electro magnet يبقى change electric energy into magnetic energy يبقى electric energy into magnetic energy هنختار طبعا بي the electro magnet is used in making ده طبعا electric bill الجرس الكهرابي electro magnet sorry electro magnetic forces affect on the operation of the following except القوة الكهرومغناطية بتؤثر على تشغيل كل مما يلي ما عدا طبعا ال dynamo او طبعا ده بتأثر عليها electro magnetic forces electric motor برضو electro magnetic forces electro magnet برضو electro magnetic forces اما الايه اللي مش بيشتغل بيشتغل electro magnetic forces car internal combustion engine اللي هو طبعا آلة الاحتراق الداخلية لمطور السيارة لاني ده طبعا بيبقى burning reaction وحاجة كده اسمها thermodynamics المهم يعني مش electro magnetic force يبقى طبعا نختار car internal combustion engine the space changes the mechanical energy into an electric energy طبعا قلنا ده الdynamo او electric generator هو اللي بيحاول mechanical energy into electric energy الى الطاقة الكهربية طبعا هنختار dynam the electric motor change ازاي طبعا electric motor يبقى يحاول من electric into kinetic or mechanical يبقى من electric energy into mechanical energy نختار طبعا c electric motor is used in the manufacture of طبعا المطول الكهرابي بيستخدم في تصنية طبعا blender mixer اللي هو الخلاط the nuclear radiation الاشاعات النووية used in medicine اللي بتستخدم في الطب are produced from weak nuclear forces منتجة من ايه من قوة نووية ضعيفة weak nuclear forces are used in scientific researches في البحث العلمي او الابحاث العلمية طب هل used in producing electricity لا احنا قلنا producing electricity اللي هي انتاج الطاقة القهربية طبعا بتبقى strong nuclear forces ده قوة نووية قوية والmilitary purposes اللي هي زي nuclear explosions الانفجارات النووية وال nuclear pump والكمبلة النووية طبعا دي برضو لازم تكون strong nuclear forces لكن weak nuclear forces are used in scientific researches we can obtain electric energy from all the following except يمكن ان نحصل على الطاقة القهربية من كل مما يلي ما عدا طبعا الداينامو اصلا ده هو يعني الاساس بتاع شغله ان هو generate electric energy هو اسمه اصلا electric generator طبعا ده ما ينفعش نختاره عشان هو عايز حاجة مش بتطلع electric energy electric motor او طبعا الelectric motor اصلا هو بيستخدم electric energy to produce kinetic energy electric power stations محطات القوة الكهربية لا دي اصلا دورها انها تطلع كهرباء strong nuclear reactors المفاعلات النووية القوية احنا قلنا ان هي used engine electricity بتستخدم في انتاج الكهرباء طبعا هنختار electric motor strong nuclear forces are used in القوة النووية القوية طبعا بتستخدم في military purposes في الاغراض الحربية طبعا medicine والindustry وال scientific research دول طبعا كلهم من weak nuclear forces من القوة النووية الضعيف من الاستخدامات يعني بتاعة القوة النووية الضعيف the idea of working the atomic bomb فكرة عمل الكومبيلة النووية depends on the use of strong nuclear forces قوة نووية قوية when a force acts on a moving body لما قوة تؤثر على جسم متحرك the direction or state of the moving body may change حالة او اتجاه الاتجاه او حالة الجسم المتحرك ممكن ان يتغير اه طبعا true طبعا لان احنا لما هنؤثر بقوة على جسم متحرك ممكن القوة تبقى proper force تبقى قوة مناسبة وبالتالي ممكن تغير من state بتاعته اذا كان هو motion ممكن يبقى static وممكن طبعا change the direction of the object ممكن تغير اتجاه يبقى طبعا true you can't push a wall with your hand because the force acting on it is improper او طبعا true انت ما تقدرش تزق الحيطة بيدك لان القوة المؤسرة في الحالة دي طبعا هتبقى improper هتبقى قوة غير مناسبة طبعا هيبقى true fundamental forces in nature are divided into five main kinds لا طبعا defaults fundamental forces اللي هي القوة الاساسية اللي في الطبيعة in nature are divided into three main kinds ثلاثة انواع رئيسية زي ما قلنا the gravitational forces and the electromagnetic forces and the nuclear forces force is the amount of earth's gravitational to the body طبعا false ليه بقى لان طبعا احنا خدنا the amount of earth's gravitational to the body طبعا دي الweight يعني المفروض كده نصحح force ونخليها weight طب فيه ولاد يقوله تمهوا الweight يا مستر من الفورس اه بس يعني هو هنا احنا خدنا ان الفورس الفوندومنتال forces كمان three types او three kinds ثلاثة انواع اللي هما gravitational forces الweight ده بقى من يعني تابع لل gravitational forces يعني الفورس دي عم قوي فهو هنا بقى بيكلم على the amount of earth's gravitational to the body كمية قيمة او كمية جذب الارض للاكسام طبعا دي خاصة بالweight فقط فطبعا هنكتب false وطبعا هنشيل force ونكتب مكان هويت وبعدين احنا خدنا اصلا definition بتاع force it is an effect that attempts to change the state of the object from being static to motion or vice versa or attempts to change the direction of the object احنا خدنا القوة هي مؤثر خارجي يحاول ان يغير من حالة الجسم سواء من السكون الى الحركة او بالعكس طبعا بالعكس من الحركة الى السكون او حتى بيحاول ان يغير من اتجاه الجسم فطبعا هيبقى false ونشيل force ونكتب ويد الشغل المبزول عشان نرفع جسم طبعا false الشغل ده بيزيد كل ما الماس زادت يبقى false وانصح decrease نخليها increase the earth's gravitational acceleration increases by approaching the earth to the earth's center عجلة الجاذبية الارضية بتزداد كلما اقتربنا من مركز الارض طبعا true عجلة الجاذبية الارضية بتزداد كلما اقتربنا من مركز الارض بقى true the gravitational force of the earth to the rocket increases as it moves away from it طبعا قوة الجاذبية الارضية لساروخ بتزيد كلما بعد عنها لا طبعا false ده بتقل كلما بعد عنها عشان كده سفن الفضاء بتبدأ وغضى طاقة كبيرة عشان تفضل طلع كده في عكس اتجاه الجاذبية وبالتالي بقى لحد ما الجاذبات اللي خالص فوق بقى خالص في طبقات الجو العليا خالص يعني فيقدر بقى تقدر السفينة بتاعة الفضاء انها تفلت من التأثير بتاع الجاذبية يبقى the gravitational acceleration increases by approach sorry the gravitational force of the earth to the rocket increases as it moves away from it طبعا force المفروض decreases the scientist column who discovered the earth's gravitational طبعا force ده false طبعا ده scientist إسحاق نيوتين طبعا العالم إسحاق نيوتين the weight of the object changes by changing its place on the earth's surface طبعا true وزن الجسم بيتغير بتغير المكان على سطح الأرض true the mass of a person at the equator is less than its mass at the two balls طبعا false لأن mass doesn't change نحن أخذينها من سنة 6 أن mass is a fixed or stable value and doesn't change by changing that place الماس بتاعة الشخص عند equator هي 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 الماس عند المون على الأمر هي هي الماس عند مارش عند المريخ الماس طبعا هي the amount of matter in an object or that the object باليس يبقى طبعا false والمفروض طبعا بدل للزان هي equal to خلاص يبقى false وبهنصحح للزان نخليها equals to the gravitational force between an object and the earth قوة الجذب ما بين جسم والأرض decreases as the mass of the object decreases أو طبعا بتقل كل ما الماس بتاعة الobject قلت يبقى طبعا true the force is measured in newton أو طبعا برضو تروح ناخدنا الفرس بالنيوتن object weight equal its mass plus gravitational acceleration طبعا false its mass time is or multiplying gravitational acceleration the weight of the object at the north pool is less than its weight at the equator وزن الجسم عند القطب الشمالي بيبقى أقل من وزنه عند القطب الجنوبي صوري عند خط الاستواء طبعا false والمفروض more than the equator the effective point of the object's weight is at its center of gravity أو طبعا true النقطة المؤثرة في وزن الأجسام بتبقى طبعا عند center of gravity طبعا true the electric current has magnetic effect أو طبعا true واخدنا من سنة 5 إن الطيار الكهرابي له تأثير مغناطيسي أو magnetic field لمجال مغناطيسي the bar of the electromagnetic is made up of cover طبعا false إحنا خذنا الbar بتاع the electromagnetic is made up of road iron بيبقى معمول من الحديد المطابع dynamo changes the heat energy into an electric energy طبعا false dynamo changes the kinetic or mechanical energy into electric energy electric generator is used in the manufacture of washing machines المؤلد الكهرابي بيستخدم في تصنيع الغسالة automatic طبعا force المفروض electric motor بقى المطور الكهرابي هو اللي بيستخدم في التصنيع بتاع washing machines يبقى false وهنغير generator نخليها motor strong nuclear forces are used in generating solar energy طبعا false strong nuclear forces are used in generating electric energy يبقى false طبعا ونصحح solar نخليها electric Egypt seeks to use nuclear energy in producing medicine مصر بتسعى إلى استخدام الطاقة النوية لإنتاج الأدوية طبعا false الانتاج in producing طبعا electricity أو electric energy في إنتاج الطاقة الكهربية write the scientific term of each of the following the effect that attempts to change the object's state from being static to motion or vice versa or attempts to change the motion direction المؤثر اللي بيحاول أن يغير من حالة الجسم سواء يعني من كونه ساكن إلى متحرك أو العكس سبعا من متحرك إلى ساكن أو حتى بيحاول أن يغير من اتجاه الجسم قلنا طبعا دي force the ability of the earth to attract an object to its center طبعا قلنا دي the gravitational force the amount of the earth's gravitational pull on an object طبعا دي بقى الويت خلاص يا أولاد ما عليش سوري دي هنخليها the object sweet the effective point of the object sweet طبعا قلنا the center of gravity ناخد بالنا بقى من number 3 ده لأن ده طبعا من الأسئلة اللي جاية ما بين السطور the effective point of the object sweet طبعا قلنا the center of gravity the measuring unit of the object sweet طبعا the product of multiplying objects by earth's gravitational acceleration حاصل ضرب كتلة الجسم بعجلة الجاذبية الأرضية طبعا قلنا ده الويت object sweet an instrument used in making the electric winches and electric bells أو an instrument used to change the electric energy into a magnetic energy طبعا قلنا ده اسمه الالكترو magnet an instrument used to change the mechanical energy into an electric energy بتغير الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الحركية إلى الطاقة كهربية طبعا ده الدينامو أو electric generator an instrument used to change the electric energy into mechanical energy جهاز بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية طبعا ده electric motor المطور الكهربية forces which are responsible for getting radioactive elements and nuclear radiations طبعا ده weak nuclear forces القوة النووية ضعيف complete the book on the table remains static because there is no force acting on it طبعا الكتاب بيفضل ثابت على الترابيزة عشان ما فيش قوة بتؤثر عليه because there is no force acting on it when you kick a static ball by your foot a space acts on it causing its a force acts on it في قوة بتؤثر عليها causing its motion طبعا هتسبب الحركة بتاعت force can change the direction of motion of an object اصلي بصوا هو هنا كاتب the of motion of an object يعني الجسم اصلا متحرك يبقى force can change the direction of motion of an object وممكن برضو على فكرة فيه برضو بعض الولاد ممكن يقوله force can change the speed of motion of an object اللي هي هتغير سرعة حركة الجسم اللي تننصح لكن طبعا direction هي اللي أصح لأنه هي من definition النفس يبقى force can change the direction of motion of an object force is an effect attempts to change the object's state from being static to motion or vice versa or attempts to change the direction of motion طبعا او بتحاول تغير اتجاه الحركة fundamental forces in nature are divided into three divisions which are طبعا elektro الجسم لأعلى طبعا بيزيد مع زيادة الكتلة يبقى increases by increasing the object's mass earth is attract the object to its center طبعا by a force known as the object suite الأرض بتجذب الأجسام إلى center بتاعها إلى مركز الأرض يعني by a force بقوة طبعا known as the objects طبعا weight احنا ممكن نقول gravitational force وممكن نقول object suite لأن الاتنين أصلا واحد واخدنا طبعا من سنة سات the effective point of an object is located as at its center and this is known as center of gravity يبقى the effective point of an object suite ناخد بقى احنا قلنا the effective point of an object suite is located at its center and this is known as the center of gravity ورسه واخدنا ها فوق هنا لما قلنا ده ممكن يجي من الأسئلة اللي ما بين السطور the effective point of the object suite وإحنا طبعا قلنا اسمه center of gravity ماشي when an object transfers from the equator to the north bull لما جسمها هينطقل من الإكويتر يروح لل north bull يبقى هو طبعا قرب من center of the earth يبقى space is changed طبعا weight is changes الوزن هيتغير while space remains fixed وإلا هيبقى صعبة mass طبعا mass طبعا هتفضل صابت لأن احنا خدنا أن mass is affected value and doesn't change by changing the place space and space are the factors affecting the gravitational force between the earth and the object يعني ايه من العوامل اللي بتؤثر في قوة الجاذبية ما بين كوكب الأرض وبين كتلة الجسم وعجلة الجاذبية الأرضية the measuring unit of the object's mass is وحدة قياس كتلة الجسم طبعا قلنا بالكيلو جرام while that of its weight طبعا قلنا بالنيوتن النسبة طبعا إلى العالم is حق نيوتن the space of an object is a fixed value طبعا the mass of an object is a fixed value طبعا واخدنا من سنة 6 كتلة الجسم طبعا قيمة سبتة while its weight طبعا it changes from one place to another on the earth's surface لكن الوزن بقى بيتغير من مكان إلى مكان آخر على سطح الأرض object weight equal earth's gravitational acceleration times طبعا object mass وزن الجسم بيساوي عجلة الجاذبية الأرضية في كتلة الجسم يبقى هنا object the weight of an object is measured in طبعا newton وزن الجسم بيقى بوحدة newton the object's weight increases وزن الجسم بيزيد as the height from the earth's center decreases كل ما الارتفاع قل لأن طبعا لما الارتفاع هيقل يبقى هو كده بينزل ب approach to the center of the earth بيقترب من مركز الأرض وبالتالي الجرافتيشنا force increases وبالتالي برضو الويت increases يبقى طبعا the object's weight increases as the height from the earth's center decreases if you know that the earth's gravitational acceleration is 10 meter per second square the weight of an object of 3 kg mass is وزن بقى الوزن بتاع جسم الماث بتاعته 3 kg طبعا عارفين طبعا من القنو 3 times 10 هيبقى 30 newton the electro magnet is made up of an isolated طبعا cover wire coiling around a bar of road iron ناخد بالنا ان الماغناطيس الكهرابي بيبقى معمول من an isolated cover wire من سلك نحاسي معزول coiling around ملفوف حوالين a bar of road iron ساق من الحديد المطاعة electro magnet is made by the idea of changing طبعا electric energy into magnetic energy الماغناطيس الكهرابي بيبقى قايم على فكرة تحول electric energy into magnetic energy electro magnet is used in making طبعا electric winches and طبعا electric bill اللي هو الجرس الكهرابي electric generator works on changing طبعا ناخد بالنا بقى محدش يكتب electric energy into كذا ده هو electric generator ده هو أصلا مولد كهرابي يبقى works on changing mechanical or kinetic energy into electric energy ده بقى بيحول من طاقة حركية إلى طاقة كهربية electric motor works on changing ده بقى electric energy into kinetic energy المطور الكهربية بيحول من طاقة كهربية إلى طاقة حركية and atom stores a massive amount of energy inside its nucleus طبعا ناخد بالنا ده بقى يعني برضو هتفكرنا بالترمي الأول الزرة بتخزن كمية مهولة من الطاقة داخل طبعا النواة بتاعتها inside its nucleus radioactive elements and nuclear radiations are used in طبعا medicine و industry مكتوبة هي وطبعا scientific researches هي طبعا medicine و scientific researches strong nuclear forces are used in producing electricity and in military purposes في الأغراض الحربية وطبعا في producing electricity في إنتاج الطاقة القهربية Egypt seeks to use nuclear energy in producing electricity مصر بتسعى لاستخدام الطاقة النووية nuclear energy in producing electricity في إنتاج الطاقة القهربية